نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية عرب السليماء في مركز قفر سعد بضميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال مدير مدرية الصحة بضميات سيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بخافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا الكشف بالمجان والعلاج بالمجان كشفنا وخدنا العلاج وكل حاجة بالمجان إشاعات وتحليل أنا رحت كشفت النهاردة أكثر من 25 عربية كشفت رغم الدنيا الشيطة النهاردة الشيطة جامل عندنا الكشف مجاني والعلاج مجاني وعملوا جميع الوسائل حلوة وما كلفناش أي حاجة والعلاج بالمجان وعربيات بايتة بقالها ثلاثة أيام هنا في الشيطة ومكرومين وشايلينهم على دماغنا ترجمة نانسي قنقر